اليوم دمنا نعمل القراءة عاطفية لبرج التور بتنفع للشمسي والقمري والجينوس تاع الحق هيا رح تكون طاطق انت لبرج التور شكلك تقعد على مواقع التواصل بكترة وشكلك يمكن عندكو بردا عندكو فرح او عرص او خطة اه احتمال انتو اه هلا عندكو للبعض منكو طبعا في خطوبة وللبعض منكو اه في فرح لشيء معين لعمل لتراسة في اشي انتو فرحانين فيه جدا طائدكو طائد فرح يعني اكتر اشيو تواصل اه الشكل انتو تقعد على التواصل الاجتماعي بشكل يعني كبير او ادمان وكمان اه يمكن انتو اه حاسين نفسكو مع هذا الشخص دخلته طرف ثالث انتو في طرف ثالث او هاد الشخص معاكو طرف ثالث في علاقة بس انتو شكلكم عجبين فيه كتير وشايفينه اه جميل جدا وراقي و اه شخص جدا طب هو شو هو الان على فكرة يمكن انت يا برج الطور بتعاند هذا الشخص وتظهر انك انت مسلا خطبت تزوجت دخلت علاقة جديدة على مواقع التواصل حتى تشوف ردة فعل هذا الشخص لانه هون الان كتير جدا وبفكر فيك جدا وندمان وكمان هو شاف ان انت انسان خسره وانسان دخل بعلاقة جديدة او هو العكس هو تزوج واحتفل يمكن انتو بتشاهدوه على الانترنت السوشيال انتو شاكين انه تزوج او دخل علاقة غيركم او اظهرلك انه في علاقة اخرى عن طريق الانترنت دي ممكن انتو شايفينه في زواج واحتمال يكون الشخص هذا متزوج مستقر بس هو في طاقة الهورفند واحتمال يكون هذا الشخص مدرس او شخص بالك المحاضرات او بعض النصائح ولكنك انت شايفه مش الهورفند انت شايف الامبرس انت شايفه جميل جدا ولو هو كبير في السنة لكنه مسلا بحفظ على شبابه وبين اصغر من سنه هيا بخلينا نشوف لشكلك انت شخص متواصل بتراكب مواقع التواصل بكترة او يعني عندك حرجع التواصل مواقع التواصل بكترة واحتمال البعض منكم انه بحتفل بزواج بخطوبة واحتمال منكم براكب هذا الشخص وشافه ادخل في خطوبة او هو العكس شايفكم انتو بخلته في خطوبة او زواج طيب خلينا اشوف آآ كروت الليبانس عشان نفهم اكتر شو طبيعة علاقتكم لانه في ندم وفي غيرة شايف انه في غيرة الشخص هذا غيران عليه جدا خلينا نشوف نائم انتو ازهرتو له انو مسلا دخلتو في علاقة اخر زواج اخر او او العكس هو ازهر لكم انو تزوج ودخل علاقة غيركم يعني في شكلة شوية اه اه ام عامليني ايك مسرحية صغيرة عبعض. داخلنا نشوف. هون بيحكوه لك جاذبية انت تجدب لومانسية من خلال الاستنتاع باللحظة الكاملة انت شخص شكلك شكلا جداب او انت لبك في الكلام وبتجدب الاخارين حواليك والاشخاص بنجدبوا اليك والشخص اللي من جدب الى كتير لانه شايف ان انت اي شخص خسره خلينا نخلق خلين هون بيحكوه لك باستعدة اللومانسية ده على روح الشباب الداخلية الخاصة به ممتعة تمتعة بالتقلق يعني انت انت جداب لكن انت اظهر انت دافنه جواك مثلا انت شخص بتحبش مثلا يعني كل انسان محب الصمت وبالبزن في الصمت احيانا لكن امرك بيجي الانسان على نفسه فبنسه نفسه بتجاهل انه لازم يفرح لازم ينبسط و لازم عيش فهون بقولولك افرح وانه بسو عيش وطلع كل اشي داخلك لانه انت تستاهل الحب وانت اه تقدر تجد بالرومانسية بس انت تفرغ الاشياء اللي جواتك والتعب والزعل والمراقب على عتواصل الانترنت فيش انت اه كابتا جواك ومش مصيره وبجي طويل طبعا معروف يعني انه عنيد وما بيصير اي داخلي اقاف لي انت تستاهدت ان انت بتس windy اشتركوا في القناة 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 اثناء رعايتك للطفل تقوم برعايته راعي طفلك الداخلي كلا الناشطين مهمان لك يعني انت احتمال بتكون متزوج او منفس وفي عندك طفل انت بتروع فيه فراعي ان بقولك الاشي الداخلي جواتك انا حاسسه من التلاتة كروت ومنطبئين على بعض يعني بيشعروا منطبئين على عمل الريد كان صحيح الشخص هذا يتشافق ويتباعد عنك لانه شخص شكله عنيد فهو شركك انت عنيد فهو حبب عندك نفس الشيء يعني هو حبب انه يعاملك الشخص هذا هو شركك كمان انه آآ لما تبعد بتبعد. خلص يعني بتتسكر آآ عن موضوع كلاته بتتباعد. بتتباعد لاخر لحزة. بس هو حاليا بحاول انه ينضف طقطه ويعيد آآ يعيد الحكاية من الاول لجديد. بس عن طريق انه يصفى او يكون متشافي. هو حابب يكون بشفاء لحتى يعيد النظر للقصة كلاتها. الشخص ده يمكن في راشع فكرة يمكن جديد. يمكن حاول يبدئ اعجابه. لكن يمكن انتو لفضتو يا برجتور او عالتو او كنتو بطئين نوع عن مارس خلنا اشوف ليش هو للبعض منكم. للبعض منكم ازا كان علاقة الشخص ده بحاول يتشافه عشان بده يفكر فيكو بطاقة ايجابية. بطريقة صحيحة. فالشخص ده حاليا في طاقة الشفاء وطاقة التوازن. وهو فعلا هلأ هو بطاقة التوازن. ولانه بسبب انه صار انفصال بناتكو صار جمود في العلاقة وتباعدته عن بعض انفصلته عن بعض. وهي شابك انك انت بتحب انه تشاهد الاخرين من بعيد بصمت. وهو قرر يعمل نفسك لكن انه يكون هو فيه شفاء. انه متشافي. مش انه هو مسلا بده يراقبك. وهو باشطياق لك اللي يضعب اكتر. لا. هو بده يشتاق لك لكن يكون هو اا اا متشافي تماما من الالام. يعني لما يشوفك يشوفك بحب. مش يشوفك باشطياق اا ممزق. يعني يكون عماله بيبكي او عماله مسلا تعبان ومش قادر يبعد عنك. وبنفس بقت مش قادر يقرب منك. هو بده يشتاقلكو او بده يراقبكو لكن يكون هو اا منظمة المشاعر اا متشافي وكمان هو بده يحقق هاي الامية لكن دي يحققها وهو يعني بعقله الواعي يكون اا عقلاني اكتر يعني الوعي عنده حس في يدركه. مش انه مسلا يجيك اا هو مبسوط فرحان يعطيك قرار. بعدين يحكي لك لا انا كنت مبسوط فرحان عشان هيك اعطيتك قرار انه نلقت. هو لأ هو بده يكون واعي لكل خطة هود يعملها اتجابكم. هو شايف انه العلاقة هاي محتاجها شفاء. هو الشخص هذا شايف انه انتو لازم تبعدوا عن بعض عشان تقدروا اتقرروا انتو شو لبعض او شو ما اصير العلاقة. طيب. هو شو ما شعر من ناحيتك? ما حكيت لك هو حس انه انت ايه هو عندك عالي وانك بطيء جدا. وانه انت شخص مستقر. احتمال انت تكون شخص متزوج او مستقر في علاقة اخرى. لهيك هو يمكن زعلان عنده القلع وندم انه هو يمكن شافك انك انت استقررت او تزوجت او استقررت اقل اقل شيء نفسيا. احتمال البعض منكم تكونوا انتو في زواج او هو في زواج. احتمال له الشخص متزوج او انت متزوج. فهو ليش حاس انه 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 اه هو شاعر انك انك انت بسبب التو وفصور. هو شافك انك انت اغلقت الموضوع بالكامل. انهيت نهائيا. وشافك انه انت اه جاملت القرارات. يعني لما انت تاخد قرار تاخد قرار قطعي. يعني انا اخد قرار البلوك خلص اخد قرار البلوك وما برجع فيه. ومعرف هو برجل التور انه عنيد جدا لما ياخد قرار صعب نفهم عليه اه ازا هو لسه مشاعره لسه نحيطه اه صادقة. يعني الشخص اي شخص بتساعل بيكون بعلاقة مع برجل التور بتساعل. هل هو صادق هل هو مش صادق? لان هو برجل التور معرف انه ما بيعطيه ولا اي حركة للامام. او اي امل. بسيس امل بعطي. شو هو شافك هيك? انت مش معطي ولا بسيس امل للعلاقة. ويشافك انك انت استقريت نفسيا لما انت اه اخدت القرار هادا. او هو شايفك شخص استقريت او مستقر. بالنسبة للأبروز يا جماعة. عندي برج لفرز اللي هو الجوزاء. الدلو والاسد. الشخص اذا بدي اوخد قرار صح بدي اتشافه. الشخص اذا ازا كان في علاقات فهو قاعد بخلص في العلاقات اللي هو داخل فيها وهو بدي اخلص منها. هو شايفك انك انت شخص ثابت. مستقر. شخص عاقل. ناضج. وهو كان شخص اماني. وشخص بحب يعني اه بحب يكون اه ملفت الانظار للجميع. مش بس الك. هو شخص شوي عنده اه بحب انه مش انه هو تعال علاقات متعددة. لكن بحب يحس بنفسه بين الاشخاص. يعني ازا هو مسلا كان بدون علاقة بحاول تدور اي علاقة عشان يحس نفسه انه هو موجود. هو بحاول انه يخلص من هذا الشيء واحتمال يكون انه عنده ادمان معين. ادمان علاقات ادمان عمل اه ادمان اه مسلا مشروبات اه سجائر ايش زي هي. طيب. هو هو شافك انك انت ناضج. هو مش ناضج. هو بحاول يوصل اللي انت فيه. اه هو بشوفك انت لما تغضب وتقطع. نهائيا. انت فش عندك مزح. يعني انت بس اه تحكي كلمة بترجعش فيها خلص. فورا تقطع. هو شافك انك انت غضوب ومتسرع. وشافك ان انت شخص عندك اه كبرياء عالي. انت بتقدرش سيطر عكبرياءك. كبرياءك هو اللي بسيطر عليك. هو بيمنعك انك انت تظهر مشاعرك. فبضل قاعد مكانك وما بتعطيه ولا اي خطوة لقدم. ان هو بشوفك ان انت خلص يعني حطيت القرار اخدت القرار وخلصت انت اطعب. كمان ان انت صارت مشكلة بناتكو انت يعني حطيت له حضر او يعني بلوك. او انت مسلا زي هو بشكل معك في العمل انت تركت العمل وروحت هموت راح تاني. انا بحس براجة اه عفوا اه بحس كراءة البرج التور عميقة جدا جدا. بيها اكتر من سيناريا. بيها اكتر من طاقة. هو شايفك انه انت زي اخدت حقك منه وانتصرت عليه. انت انتصرت على هذا الشخص. انت خليته مسلا فجأة تركت قطعت معاه غضبت غضب وفجأة قطعت معاه. ولكن هو شايفك انك انت انتصرت عليه. مش هو انتصر عليك. عشان هيك هو بحاول اتشافه. بحاول ياخد قرار صح وهو بحاول يسير متلك. ياخد القرار الصح بعقلانية. مش بانه مسلا شخص دي بن جوان يعني بحب كل مسلا النساء حواليه مسلا ذا كان شخص ازا رجل. وايزا امرأة يعني بتحب انه كل صحباتها حواليها وكل يعني الكل انه ملمومة يزاقت لها. بتحس في ردة النفس. فهو شافك انه انت انتصرت عليه في هاي قاعدة كسرتها. انه مسلا اه هو شخص مسلا حب يحطه جنبه لانه بس بده يفرج الناس انه انت جنبه يطلع انا بقطعه انتهى. انا مش مسلا الفرج او لانك تنغر فيه قدام الناس. فانت كنت بدك علاقصاتك هو كان بده انت يعني احساسك كان انه بس بده غرور مجرد غرور. مجرد انه حصل عليك وخلص. فهو شافك انه انت انتصرت على نفسك بانتصرت عليه. فقدرت تقطع معي. لكن هو بحبك الشخص هذا. هو بحاول انه يتشاف عشانك انت. لانه هو بفكر فيه جدا. وبيفكر انه ازا انت ازا هذا الشخص مرتبق. وبيفكر انه بفكر كيف يقدر اه دخلك بعلاقة تالية معي ازا كانت هيا علاقة ثلاثية. ازا كان الشخص هذا متزوج او ازا انت كنت متزوج. فيه الطرف منكم متزوج انا هيك حساسي. او اقلها في علاقة اخرى. او هذا الشخص بتحكمه اه العادات والتقاليد او الناس او العرف. فيه شيء طرف بينكم يمخلي هذا الشخص انه اه حاول ياخد قرارات لكن عقلانية يعني بعقل ناضج. مش قرار متسرع. بدهش قرار متسرع. وبده يتباعد ويقعد مع نفسه ويقرر بعدين يجي وقولك انا قررت كزا وكزا وكزا. هو جاهد الشخص نحيطك. هو عاجبك جدا انت شاف الامة اللي انت بتتمنيها شاف فيه كل شيء صح. طيب. هو كيف شافك? هو شافك اه انت انسان متوازن بين المشاعر وبين يعني طبع هو شافك ان انت متوازن بين المشاعر الصح ومشاعر الطفولية. وانت بتعرف تظهر مشاعر الطفولية وانت تظهر مشاعرك الجدية اللي هي رومانسية. اه كمان هو شافك ان انت بتحاول تكون مسيطر على اه شغلتين في حياتك. اللي هم البداية والنهاية. يعني انت بتحاول انها تكون عندك سيطرة عبداية الشيء وكيف انت تنهي يعني بلسيطرة. فشافك انت في برجك الطور. انت مسيطر نوع الماء بطيء لكنك مسيطر. هو شافك انت مشاعرك فيوضة وانت بتحمل مشاعر جميلة جدا. وشخص يعني بتحب البداية لكن انت يعني من الاخر انت بتحب طرف النهاية. بتحبش البداية. يعني النهاية بالنسبة لك. البداية بالنسبة لك هي كشكل. لكن النهاية شو? هو بعرف انك انت متحكم بمشاعرك كثرة. وانت بتحبش اللعب المشاعر. بتحب تكون مسيطر الطرف اه المشاعر. وكمان انه تكون مسيطر ايه على نفسك? يعني على عقلك تكون متوازن. عفكرة كان اشوفك انه انت دائما كنت تبدأ معي في الحديث. انت كنت دائما تبدأ معي في الحديث. بس هو كان شوي امطنش او كان عنده غرور انه انت اه كل مرة بتجيه. فهو كان اه كل ما انت تروح له هو يحس انه ايش اه غروره يعلى. فانت صرت تزيد غروره لهذا الشخص. اه فهو ما انت قررت انك تمسك مشاعرك وتوازن بين البداية والنهاية. يعني انت بدايت مع هذا الشخص. ممكن انت اللي بعتله انه انه انت معجب فيه او اي شيء. لكنك عرفت تنهي الموضوع. لما الاشي اه زي انت راكم عليك انت نهيت الموضوع. انت بتعرف بداية ونهاية الشيء. بتعرف تبدأ الدنيا. وانت بتحب تاخد من النهاية ما بتحبش تاخد من البداية. وكيف شايف شخصيتك وشايفك شخص هادئ 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 يعني زي ما شايفك هون بضع. شخص صح عندك لكن شايفك هادئ جدا جدا ومستقل بذاتك. وانه انه انت شخص بتحب اه يعني انت هو انه بتحبش تاخد قرار الا ما توازنه. انت شخص متزل. يعني انت راك توازن بين المشاعر وبين الحب والالفة وكل شيء وبين انه محدش يستغل مشاعرك. او اذا الاشي اه زي عم حده بقلب ضده. هو شايفك هيك. انه اذا هو زواد معاك الحبه بتقلب الكلش يعني بتقلب التربيزة على روزه. من الاخر. مالان هو شايفك انه انت بترقب من الويد هو اعرف ان انت بترقب. يعني انت عندي من بين تطاقة انك انت بترقب هات الشخص. من بين. انت بترقب. عشان هيك وجود اللي يتجمل ويدعيق لك بصورة جميلة. وانت شايف انه عمواقع التواصل انت شايفه جميل و بحاول يعني يفت انتباهي باخرين حواليه. ممكن انت غيران عليه وشايفك انك انت غيران عليه بردو. وشايفك مستقل بذاتك ومستقل بنفسك. كميان وشايفك انك انت بتحب عملك. وانت لما تاخد قرارك بتاخده يعني وتخليه جواك. ما بتظهر. ما بتظهر القرار الى لوقت المناسب. يعني انت على الفكرة بتنسحب بصمت. بتحكيش انه عنا بده نسحب. يعني بتطلعش انه مسلا. اه مسلا تعادل غيرت الشخص طاع. انت ما بتعادل. انت بتاخد قرارك بقرار نفسك. وبتحط كل شيء داخلك وبتسحب حالك وبتروح. لانك هادئ شخص هادئ. ومسالم. وشايفك انك انت مسالم مشتها مشاكل. لان هون برضو شايفك انك شخص مسالم. وشخص بتحب الحب نفسك. وشخص اه افلاطوني. يعني انت شخص اه بتحب الحب الافلاطوني. ولكنك انت شخص برضو مشاعرك بتشوفها طفولية. انت بتحب تكون طفولي. بالاحرى انت بتحب تكون طفولي. او بتتعمل كطفان. هادئة عاملة كطفان. كطفان المدلة. طب خلينا اشوفكم بقى. وشافك ان انت وحيد. مع انه شافك ال وشافك انت متواصل بالروح. عندك تواصل عالي جدا جدا بالروح. وشافك انك انت لما تغضب تقدر ترسله لطاقة الغضب تبعتك. وهو شافك انه انت حتى لو بنكسر قلبك بتضل نشيط. وبتضل مثابر في عملك. وكأنك انت مش اش بكسرك. انت ما بتنكسرش. انت صعب بتنكسره. وهو شافك انك انت من الصعب ان يكسرك. حتى لو كان قلبك مكسور انت بتنزلش هذا الاشي. انت بدل متواصل. متواصل مع الاخرين. متواصل على السوشيال الميديا. انت بتضل متواصل في عملك. ومتواصل في الشيء اللي انت بديت فيه. مش حكيتك هو شافك انت بتعرف تبدو بتعرف تنهي. وهو شافك انك انت بتعرف الضل اه متواصل في الشيء اللي بديته لحتى النهاية. يعني اي شيء انت استلمته انت بتحب تبدأ من البداية للنهاية. يعني ما عنده مسلا ما عندك انه خلص انا مسلا عندي احباط مش قادر اتواصل. اه انا مكتئب مش رح اقدر اعمل 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 اي شيء. وهو شافك انك انك انت بدل متواصل رغم كسرات القلب بتاعتك. رغم انه هو كسر. فهو شافك بمين والكينج. شخص صامد وصعب كسرك. فهو شافك انك. ومتوازن. ولما تقض قرار بتغض. هم اجب شخصيك كالشخص. وابحط اجيك انا كالشخص. جدا بكم. طب شنوي من ناحيتك هو متاجه اليك انا كالشخص. لانه بفكر فيه جدا لكنه ده يجي. وهو بعز شفاء. عشان يعطيك قرار ما يندلش عليه. الشخص هاده بتشافه. بيعلي في الروحانيات لانه هو كمان شافك ان الروحانيات عالية جدا. وهو باخد منك طاقة عالية جدا. وان انت شخص كتوم. كتوم. هو شافك انك انت كتوم. يعني ما تصغرش من شاعر. عليكم بحكولك اظهر الاشي اللي جوان. هوان بحكوا انت تستحق الحب انت انت بتجذب الرومانسية. هو الشخص ده منجذب لك. بشكل مش طبيب. عشان هي اظهر الشيء اللي انت ما حتفظ فيه داخلك. وهو شايفك انه انت ما حتفظ بشيء داخلك. بس انت مش قابل مسلا اه تظهره. طبعا هي قصتك انت حر يعني ازا بتحب تظهر مشاعرك الزره انا بتحب هذي برضو. برجع الاشياء لك. لكنهم شافك انه انت كاتم جواتك. وهون بحكولك زي ما انت بتراعي في طفل عندك في المنزل بتراعيه او طفل مسلا او انت مدرس اطفال او انت بتشغل في او بتشغل بابي ستر او اي شيء. فبالك زي ما انت بتراعي الطفل هاد راعي طفلة لا تنسى الطفلك الداخلي. الادنين هم من? الطفل اللي بتراعيه? والطفل اللي داخلك هو مهم كمان. يعني انا مثلا ده روح مسلا لما انا اكون اراعي طفلي. واكار كالي عطفلي. لما انا اكون اضعبان من جوه مش رح اعطيه حقه. لان مش رح انتبه له ايش بتدرك الطفل هاد. لان انا اضعبان من جوه او مكسور. لما انا اكون صحيحة من جوه ومراعي نفسي رح احس ان هذا طفل جعان رح اكون يكون هو جعان انا رح احس بجوعه رح اسأل اذا هو جعان انا احساسي بكون صحيح او بكون احساسي متشافي فانت لما تكون احساسك متشافي من الداخل تقدر تفهم عادة الطفل وتحس فيه وتحس في كل اللي حواليك بس صور ما انت مكتقب من جوه مخاشر كل اشي جواتك وان بس ان اهم اشي عندك الكبرياء فاكيد انت مش رح تحس من الطلبات اللي حواليك او الطفل اللي معاك فيه اشياء داخلك لازم ازهر بلاني بيحكولك انت عندك جاذبية انت بتشتب الاشخاص حواليك فانك فيها نفسك وفيش اشياء انه انت بتقول شيء داخلك يعني حتى لو انت زي ما بتكشد الشخص لكن انت ساعد نفسك انك تطلع من الاكتئاب او انت عفكرة بتقعد على الانترنت عشان تنسى الاكتئاب انت بتقعد على الانترنت عشان تنسى الاكتئاب وانت شافت الشخص كتير يعني انه هو كتير جدد وكتير جميل وعنيه وعيش بك جدا جدا وهو كمان معجب فيك جدا والان هذا الشخص هو بحاول انه يتشافه من هذا القلق ويبعد عن هذا القلق هو بنمش على الشخص افكار نمش نايا المرورة نوايا سيكس افصول الشخص هذا بس خلاني اشوف كيش سيكس افصول نوايا تفطه طال بس افكار بس تفطه حلوة ويبدي يرجعلك هات الشخص الشخص هذا بحاول يتشافه عشان يرجعلك ويبدي يتشافه الشخص يبدي يتشافه بدك تسامح منك مما انه يتجي اليك ويرجع وترجع الوضع افكار الشخص يبدي تسامحه وحس نفسه انه غلط في حقك ومتجه اليك هذا الشخص خطوطه او نوايه انه يطلب السمح منك لانه خطوطي الاس of cups هي طلب المسامحة انا اشوف الابراج من الدلون الاسد و بس مش عرف الناس اللي طلع اه هو بدي يعرض عليك الزواج هو بدي اذا انت كنت طرف اخر فهو بدي يشير هذا الزواج هو جاء عليك بده مصالحة الشخصة الشخصة اذا نوعية منيحة ونوعية انه يعرض عليك الزواج فهذا الاشي برجع عليك يا برج الدور الشخص هذا بحبك جدا 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 وهون تلعبنا برج الدور شان ما ننسى وبرجي الاقرب او السرطان شوفوا السرطان الشخص هذا بيفكر فكرة يعرض عليك الزواج فكر جدا جدا بدي استقرار معك وهو بدير تكتفيك وبدي يحمل كل اشي على اعبائه وعمصوليته ان الشخصة الضميره مقنبع عليك جدا هو عارف انه كان شايف حاله عليك وعارف نفسه انه غلطان وهو بحبك هو جاء عليك شكرا جدا شكرا انكم برج الدور ان شاء الله تكون القرآن عجبتك وتقوصتني او سمحت اذا كنت جديد في القناة اشتركوا فعل الجلس لها يوصلاك كل جديد ولكن ستحكوا الاشتراك يا جماعة خربطت فيها